انطلق معرض أهل رمضان الرئيسي بمركز القهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر لتوفير مختلف السلع الغذائية وبأسعار مخفضة يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف العبئ عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المعظم بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية انطلقت الفعالية الرئيسية لمعرض أهل رمضان في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بدأ فعليا المعرض الرئيسي اللي حضرتك فيه من 24 مارس ويمتد الـ 31 مارس في بعض المعارض تم افتتاحها في 15 مارس حتى آخر شهر رمضان ست الوزير أعلن منذ فترة في أكتر من مناسبة أن المعارض هتستمر في المحافظات مع آخر مواطن أو مستهلك هيجيب احتياجاته من المعارض بارح كنا في افتتاح معرض أهل رمضان في محافظة الجيزة واتفق مع معالي وزير التنمية المحلية أنه هيبقى فيه معارض ثابتة في كل المحافظات وليس فقط في شهر الرمضان لأن أثبتت المعارض أن هي آلية جيدة جدا جدا في ضبط الأسواق وضبط الأسعار لأن زي ما حضرك شايف إقبال المواطنين أو المستهلكين عليها بيبقى منقطع النظير والمبيعات كمان بتتضعف لأن الأسعار اللي موجودة جوه هي أسعار التكلفة وأيضا بتغطي التكاليف والسعر العادي لأن نقصد به أن نحن بنحقق هامش ربح معقول المعرض يقدم تخفضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع سلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جامعيتي لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان وكذلك اللحوم والدواج والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسقر وغيرها من السلع الأخرى فكرة المعرض أنه بيبسط على الناس وبيبقى كل طبقات الشعب طبعا بتيجي عشان من مختلف الشركات بقى اللي بتيجي 140 شركة منتجة بتعرض في المعرض والأسعار كويس أسعار في متناول كل الأسعار كويس الحمد لله كويس والربنا يخللنا الريس والله واخد باله من شعب وقوي قوي المعرض اشتريت مكسرات جميعا نوع المكسرات ودي وسكر وزيت وبيد وكل حاجة المعرض جميل وكل أسعار كويسة وجميلة وربنا يخلي السيس يا رب ويخلي الحكومة كلها وفرت لنا حاجات كتير حاجة كويسة جدا وحاجة رخيسة وحاجة موجودة ودي أحسن حاجة دي أهم حاجة الدولة تحرص على توفير مغزون من كافة السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار يوجود مغزون استراتيجي طاول الوقت بالإضافة لمد المعارض أكبر فترة ممكنة باعتبارها أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة لحماية المستهلك أحمد الحسيني التلفزيون المصري